اشتركوا في القناة كل مرة اللي حضرتك نبرت عليهم شوي يد الرب فرص فمرة كنت بتكلم وقولي بقول للناس في ندوة بقولوا مثلا الله حكم على البشرية كلها ايام نوح فقالوا بس كويس ان انت قلت طب هو حكم فين بقى هنا الرحمة والغيره رغم اني اني الحدث ايام نوح معروف في كل الديانات والكتب والتاريخ كمان اه فقلتي انا اقول لكم حاجة يوم ما الرب نفس ده ادى فرصة للبشرية قدقي لما نوح كان بيبني الفلك قدام كل الناس ويقولهم في طفان جاي ادى لهم فرصة قدقي وما فيش مطر طبع الناس ما عنداش فكرة مش كده ادى لهم فرصة قدقي اكتر من مئة سنة اكتر من مئة سنة بالامانة كده لما يجي الرب يديني اكتر من مئة سنة لما يجي عقبني استهل او لا وبعدين جيت على سدوم وامورة قالوا اهو طب انا قعدت ودرستها بالتدقيق صدقني اولا كان لوط وسطيهم وبعدين مش بس لوط وسطيهم يوم جمل ملكين وبعدين كانوا هيكسروا الباب والناس اصيبوا بالعامة وتحصل المعجزة والكلام ده كله وما فيش هنا فاهم ان يرجعوا للرب خالص كل شعب الرب امر بقتلوا كان يستحق القاتل لان الله قاضي عادل والاولاد اللي بيموتوا طبعا بيطلعوا للسماء بحسب كلمة الله لكن الاولاد كانت تقدم ذبائح للاله مولكم ملكم لدرجة انه اليوم يعني تلا ما بتشوف واحد قاتل بيقتل الاطفال اول فكرة بتجينا لازم يقتل هذا الشخص فكم بالحري الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة